ازلت ولاد زحلة انا بدي اتشكر قبل ما اتشكر حدا بدي اتشكر ولاد زحلة بكل طوايفهم وبكل احزابهم وبكل فعالياتهم على هالجهود اللي عملو لينقزوا هالصابة من ايد الارهاب ومن ايد الزعران زحلة اصلا مسلفتنا كتير اليوم ان شاء الله نقدر ردلها جميلة بالبداية بدي اتشكر فخامة الرئيس الجمهورية على اهتمامه بدي اتشكر سيدنا البطرك بشار الراعي على اهتمامه واتصاله فينا على فترات ليتطمن بدي اتشكر دولة الرئيس تبيه بري اللي كان كتير 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 مهتم واخر اتصال هلأ معي من شوية بيقول نحنا ما اكتفينا انه ردينا الصبي بدنا نكفي عليهم على الاخر هيدا موقف بشرف كتير بدي اتشكر دولة الرئيس تمام سلام بدي اتشكر كل الكوى الامنية الجيش قائد الجيش وزباط وافراد فعلا الجيش ببيض الوجه الكوى الامنية المعلومات ما حدا اثر معنا يا شباب قوعد فكروا حدا اثر معنا بمطرح معي كانوا فيهم يعملوا شي ودي تشكر كل الوزراء اللي اتصلوا فينا ومعالي وزير التربية معالي وزير ميشيل فرعون دي تشكرهم كلهم بش هيقدر سميهم بس بتشكرهم اللي اتصلوا كلهم تشكر دكتور فرس سعيد بكوة 14 قدار اللي كلها استنكرت وكانوا عطول يقولوا هيدا ابننا مش ابنك هيدا ابن زحلي كلها هيدا ابن ابن القضية اللي ما حدا بيقدر يغدره انا بدي اتشكر من كل قلبي اهالي حي السريين اللي هني دافعوا عني اهالي زحلي عرب الفعور عرب الحروك اهل سعد نيل اهل الفرزول يعني ما بعرف اذا بانسح حدا كل قضاء زحلي اللي كله اضامن معنا ويعني اكيد اكيد هلأ انا بالاخر انا ما بيقدر اتشكر الدكتور سمير جعجع لانه الدكتور سمير جعجع او ستريدة جعجع يعني هيدا ابنه وانا اذا بدي هلأ اتشكر عن الهوى بيكون عن بيلغ يعني الحكيم كان باتصال مباشر من الساعة 8 وعوض صبح للتلاتة باللايل بكل لحظة الحكيم اخذ قرار شجاع احنا منقول له يا حكيم انا حقله عن الهوى هالمرة كالعمر يقول له ايهن ع السكاية مرات بالمكتب هلأ حقله عن الهوى يا حكيم انت رجال وبس تكون انت موجود وبس يا حكيم بتكون انت موجود ما في عصابي ولا الارهاب ولا الدنيا كله في علينا لما تكون انت خاضر وتحكي كلمتك العالم كله بتتجند يا حكيم انت بتعرف قديش انت قيمتك كبيري بزحلة نحنا منتشكر اهل بشري اللي ايجوا وفودي وفودي من بشري من دائر الاحمر هادي فعلا بيانوا من القوات اللبنانية القوات اللبنانية هي هاي دي هي هذا الصبي مش بس ابني انا وابن القوات اللبنانية هذا ابن زحلي كله ولا مرة القوات بيخز له حدا القوات قلت له يا حكيم بدي الصبي نام بحضن امه طالفان لي بوقت اللي طلع علي شو حتي حينام الليلة بحضن امه متل ما وعدتك انا بشكرك بشكرك من كل قلبي بشكر ستريدة اللي هي ستريدة اصلا يعني هي عم تحكيني باول اتصال كي تعب تبكي انا يعني شو بدي لكم هيدا اللي بقدر نحنا نعمله انا من هون بدي اتوجه بس للخطفين وقالوا انه اللي عملتوا انتوا بزحلة كانت هي بداية نهايتكن انتوا يا شباب غلطوا لما دقيتوا بالزحالة مش دقيتوا بابني الزحلوي ما بيندقش فيس قالوا السوري بالوحدة وطمني شو صار فيه تعرفوا انتوا شو حيصير فيكن هلأ انتوا قرأتوا حرب علينا نحنا فلتكن يا خي الدولي نحنا تحت جنيح الدولي هي حتروح اطلقوتكم متى الفيران واذا ملا قواطتكم حتقتلكم لانه ما عيش تنحمل هالشغليات بس بدي اقلكم ما بقى تفوتوا على زحلة وتحرك شو فيها ماش كل يوم زحلة بتوقف وبتضل قاعدة على اعصابها اذا فلتت زحلة انتوا عم تهيجوا عم تهيجوا يعني وحشوا نايم تركوا نايم هالوحش شو بدكم فيه من شين هاي كل يوم انتوا تمرجلتوا وجيتوا عن الصحوش الأمر اخدتوا هالصابي تاني مرة حنقتش لكم ايدكم منباطة صدقوني يا شباب قوعت عدوها تاني مرة لانه اي زحلة حيندقفي او اي بقاعي حيندقفي نحنا الزحالنا عطول منفتحين عكل الابقاع كلهم اهلنا كلهم رابعنا اخواننا الشيعة تصلوا اكتر ما تصل غيرهم تصل من طيار المستقبل استاذ احمد الحريري ما ضل حدا الا ما تصل يستنكر هيدا لانه اخر شي شيلوا هيدا ابن مين هيدا طفل عمر تسع سنين اتناي مو برات تحضن امو انتو ما قلكن حق انتو عصابة زعران يا بتروحوا على الحبس يا بتتأتلوا واحدة من اتناين ما فيش عنا واحدة تالتة انا بيعتبر القضية صار نصة اليوم باليوم عوجة الدو فلتوا الصبي لانه الجيش كان كتير مضيق عليهم اكيد فلتوا الجيش بس ما بتكمل القضية عندي وبتنتهي الا ما يتحبسوا او يطلقتوا او يتأتلوا هودا هيدا العصابة هني بيطلعونه شكتار بيطلعوا تلاتين اربعين واحد جيوين طايفي مثل ما هي الطايفي الشعيه طايفي كريمي بيطلعوا كم ازعر فيها هودا الدولي بتحسبون اذا الدولي ما حسبتون وبديفوتوا عبيوتنا يعني اسألوا مجرب واسألوا الحكايم كمان اذا بتخذ الصبي اتخذ من قدام بيتنا من هاني بقوة السليح اتمرجلوا على طفل صغير حطوا له الفرد براسه وعخياته نقلوا ثلاث جيبات لوصلوا على منطقة بريتيل منطقة بريتيل ضمشولوا عيونه واكيد هني واخدينه وحطوه ببيت رجعوا انتقلوا من بعد الجيش صار يضغط على يونه كثير انتقلوا بالجرد ماشي ثلاث ساعات عبيت تاني لما الجيش كمان ضغط عليهم اكتر واكتر ونحنا قدرين قدرين الجيش وشتغلوا منشكروا من كل قلبنا جربوا هني هني صاروا اخر شي بدي يخلصوا منه للصابة لانه ولا عملية خطف بسبتعشر ساعة تنحل بدون بتدفع ولا ليرة انا بدي تشكر اول شي من كل قلبي اول شي ربنا اللي هو كان موجود ودي الشربي اللي انا نادر لاله وبرجع بقلكون الجيش كان له كتير فضل كبير الرئيس بري ومن هاودي كلهم لو ما كان في ايادي حكيمة بمعراب عم يتابع كل لحظة بلحظتها والحكيم مباشرة على معنى يعني الحكيم ما كان عم بيبلغ او عم بيكلف حدا يتعاطى معنا كان هو مباشر على التليفون عم بيبلغنا كل لحظة بلحظتها انا بقل له الله يخلي لنا اياه لانه لبنان اذا في عنده حكيم مثل الحكيم لبنان بيألف خير عم بيكلف عم بيكلف عم بيكلف